فجأة تحولت العمولات الرقمية المشفرة إلى لاعب مالي ثقيل الوزن على ما يبدو في الحرب الروسية الأوكرانية حيث يجري استغلال هذه النوعية من العمولات في تلك الحرب بشكل وصف بأنه لم يسبق له مثيل في اقتصادي روسيا وأوكرانيا ففي روسيا قفز حجم التداول في عملة بيتكوين خلال اليوم الأول من تلك الحرب بنسبة 259% مقارنة باليوم السابق أما في أوكرانيا فقد ارتفع حجم التعامل اليومي في العمولات المشفرة إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كان سائدا قبيل الحرب أكثر من ذلك أعلنت الحكومة الأوكرانية قبولها أي تبرعات بالعمولات المشفرة لتمويل جيشها وبالفعل تمكنت من جمع تبرعات بهذه العمولات بلغت قيمتها 54 مليون دولار إلا أن صناع القرار في أمريكا وأوروبا شرعوا في التركيز هذه الأيام على منع موسكو من استغلال هذه العمولات لتجاوز جانب من العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها أما السبب فيتمثل في أن تلك العمولات يمكن استخدامها كأداة لنقل مليارات الدولارات بسهولة عبر الحدود باختصار أصبحت هناك مخاوف لدى الدول الغربية الكبرى من أن تشكل هذه العمولات الرقمية المشفرة ثغرة كبرى في جدار العقوبات البفروضة على روسيا فهذه الدول تعتقد أن تلك العمولات قد تجعل في وسع موسكو الهروب من آثار العقوبات لا سيما تلك الكيانات المالية الروسية التي جرى فصلها عن منظومة سويفت المالية العالمية هذا الأمر دفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطالبة بورصات العمولات المشفرة الكبيرة بمنع استغلال الروس سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات للعمولات الافتراضية في الالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم كما طالبت أوكرانيا تلك البورصات بمنع المؤسسات والسياسيين الروس وحتى المواطنين العاديين في روسيا من تداولي هذه العمولات لكن المشكلة الاقتصادية المحورية على هذا الصعيد تتمثل في أن هذه النوعية من العمولات عادة ما تكون متقلبة وعالية المخاطر مما قد يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الروسي عند التوسعي في استخدامها فعلى سبيل المثال بلغت خسائر سوق العمولات الرقمية المشفرة خلال شهر ديسمبر ويناير الماضيين فقط أكثر من تريليون دولار وهو الأمر الذي يؤكد هشاشة هذه العمولات وسرعة تقلبها